عراقيون يحرقون صور سليماني وفلسطينيون يمزقونها بعد أن علقتها حماس 150 ألف دولار تعويض إيران لضحايا طائرة الأوكرانية وكيف تحتج وفات أخطر قاتل بتاريخ أمريكا هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من قناة العربية فأهلا بكم تزامنا مع قرب ذكرى تصفيتهما بضربة جوية أمريكية مطلع العام 2020 نشر ناشطون عراقيون مقاطع فيديو لحرق صور لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيا الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس ردة فعل العراقيين لم تقل شأنا عن مثيلتها في غزة فبعد يومين من رفع حركة حماس صورا لسليماني في شوارع القطاع أقدم فلسطينيون غاضبون على تنزيق الصور إثر موجة غضب في الشارع الفلسطيني على خطوة حماس التي وصفت بالمستفزة السخط على إيران لم يقتصر على العراق وفلسطين ففي أوكرانيا احتجت كيف على قرار تهران تخصيص مبلغ 150 ألف دولار كتعويض لعائلة ضحايا الطائرة الأكرانية المنكوبة التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية مطلع العام 2020 كيف اعتبرت أن قيمة التعويضات يجب أن تخضع للتفاوض مشددة على ضرورة تحديد سبب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها فيما وصفت الخارجية الأكرانية القرار الإيراني بغير المقبول خاصة أنه يتعلق بمصير أشخاص أبريع سقوط الطائرة قتل 176 شخصا لكن رجلا واحدا في أمريكا كان مسؤولا عن قتل 93 ضحية إنه القاتل المتسلسل الأكثر دموية في أمريكا سامويل ليتل والذي أعلن السجن عن وفاته اليوم عن عمر ناهز ثمانين عاما وكان ليتل المحكم عليه بسجن المؤبد اعترف عام 2018 بارتكاب 93 جريمة قتل على مدى أكثر من ثلاثة عقود وجميع ضحاياه من النساء فيما قتل غالبيتهم بطريقة الخنق بينما أقدم لكم هذه النشرة الآن الأخيرة في عام 2020 يستعد العالم خارجا لطي هذه الصفحة للأبد استقبال عام جديد عام 2021 أمنيات العام الجديد لها معنى آخر هذه المرة بعد عام كان قاسيا على البشرية أجمع عام وصف بالأسود والأسوأ وغيرها من الأوصاف السلبية لا يسعونه إلا أن نتمنى لكم عاما جديدا سعيدا انتظرونا العام القادم 2021 وكل عام وأنتم بخير